اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو عن الشيش طاوك والرز البسمتي المباهر الجميل هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة والشيش طاوك بيطلع طري وجميل والرز بيبقى مفلفل وطعمه حل وقوي وبتعمل في العزمات بشرفك على السفرة فدي من الأكلات اللي كلنا بنحبها ما يختلفش عليها اتنين هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وهتعجبك يلا نشوف المقادير ونشوف الطريقة معايا نص كيلو أوراق دجاج مخسولة حلوة قوي معلقتين كبار زيت معلقتين كبار خل معلقة كبيرة زبادي معلقتين كبار كاتشب معايا ربع معلقة ملح ربع معلقة فلفل اسود ربع معلقة صغيرة جنزبيل ربع معلقة صغيرة توم بودر نص معلقة صغيرة بصل بودر ومعايا بابريك كده انا هحط الزبادي معلقة زبادي هي وحط عليها معلقتين الزيت ومعلقتين الخل قدي الخل له معلقتين أدوب الزبادي كده وانزل بمعلقتين الزيت زيت نباتي نضيف طبعا كده هنزل بالكاتشب الكاتشب بيدلو تسكيره حلوة قوي لو عايزة تحطي صلصة لو عايزة تحطي طماطم بيور اللي عندك اشتغلي بيه بس انا بفضل بحط الكاتشب عن تجربة بيطلع طعمه حلو جدا معايا بقى التوابل بتاعتي اهي الملح والفلفل والجنزبيل والبصل البودر والتوم البودر والبابريكا اهي وبقلب حلوة قوي كده بخلطهم كويس وابتدي اجيب بقى الاوراق كده اهي اشوف لو فيها مية ولا اي حاجة زيادة هنزلها منها عشان ما تنزلش معايا في التدبيلة طبعا انا غسلة ومصفية زي الفل بس انا بتأكد اهو زي الفل بقلبها وبسيبها في التلاجة قبليها بليلة بتقعد في التدبيلة بتشرب بنا بتبقى حلوة جدا يتسيبها ساعتين وبسيبها كده ويلا نعمل الرز كده معايا معلقتين كبار زيت نباتي ده للرز هنزل بورقتين لورة واثنين كبابة تلاتة كبابة صيني اتنين حبهان اتنين قرنفل القرنفل بيخلي الرز جربيه طحفة ريحته بتقلب الدنيا بصراحة القرنفل بالزيت الكركم انا عندي كركم وقرفة ولو عندي كلمون لومي انا ما عنديش اول ما حطي كده الكركم انزل بالرز على طول عشان هو مش هيستحمل الزيت بنزل كده اهو واخلط الرز كده بخلطه كده باللورة والكبابة الصينة والحبهان والقرنفل والكركم بنزل بالملح اهو والقرفة هنزل بيه برضو لان القرفة برضو مالاش روح تتحطي في الاول طبعا اهي واقلب حلو قوي كده دول كبايتين رز بسمتي بحط عليهم اربع كبايات مية او اربع كبايات شربة مع عندي كيش شربة ممكن تحطي مية وفيها مرأة دجاج انا النهاردة حطى مية اهي اربع كبايات مية اهي اقلب الرز كده لسه عايز مية اهو انا كده معايير المية اصلا وقلب واسب وغطي اول ما يتشرب المية اوطي عليه خالص زي الرز العادي اهو ويلا نشوف هنعمل الشيش طووك ازاي طبعا بعد ما سبناه في التدبيلة كل ما تسيبيه في التدبيلة بيديك نتيجة روعة اهو كده بعد ما سبته في التدبيلة يفضل قبلها بيوم في التلاجة والله بتطلع النتيجة رائعة اهو هبتدي عندي خضار عندي بصل عندي فلفل الوان عندي فلفل اغضر الفلفل اللي عندك اشتغل بيه بس كل ما بتكتري في الالوان كل ما بيديك يبهجة وبيفتح النفس على الاكل وفي نفس الوقت قيمة غذائية بحط كده الفلفل بعد ما حطيت البصل بحط الفلفل الالوان وبحط الفلفل الاخضر واهم خطوة بقى اللي جاية ازاي هحط الفراخ في الستيكس اهي بصوا كده بعمل ايه بدخل كده اهو من تحت كده وبتدي يعني عملية تدكيك انت بتدكيكيها فيها مش مجرد ان انت بتحطيه فيها وخلاص لأ انت بتدكيكيها عشان ما تقعش منك وانت بتشويها لان انا هعملها على البتجاز مش هعملها في الفرن فكده بصوا سابتة ازاي من بعيد بينا ان هي سابتة ازاي وما تلفش معاكي ارجع بالبصل والفلفل الخضار ده لما بيتشوي بيبقى طعمه وريحته حلو قوي بحط كده الفلفل الاخضر وارجع حط الفراخ تاني هتشوفوا هنعملها ازاي برضو دي اهي كده بدكيك بالزبط كده 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 اهي انت بتدحك اهي مسكت خلاص كده زي الفل وابتدي احط بقى البصل والخضار اللي هو الفلفل احط بقى كده البصل اهي معلش انا يعني لهالكم الراحة كده علشان اللي لسه مبتدئة لكن طبعا ده فيه اكيد اسادزة في الحاجات دي طبعا حط بقى الفلفل الاخضر وهعمل معاكوا واحدة تاني وهكمل الباقي وارجع لكم ادي واحدة ايه خلصتنا منها هي هبتدي اعمل التانية عايزة تقطاري اه الفراخ بدل ما تحطي دورين حطي تلاتة حطي اربعة براحتك حسب المساحة اللي عندك حط البصل اهو بتدى نزل بالفلفل الالوان اهو احطو كده اصفر واحمر واخدر اهو الالوان فضيعة يعني تخلي حتى اللي مالوش نفسي اكل هياكل والله الفراخ اجيبها برضو كده اعمل لعملية التدكيك اهي كده اهي زي ما انتم شايفين قدامكم بالزبط اهو وانزل بها كده اهي تمام احط بقى البصل والفلفل وابتدي احط تاني فراخ برضو اهي احط قطعة تاني اهي كده خلاص اتفقنا ان احنا بنعمل عملية التدكيك لها عشان ما تقعش مني وما تلفش وانا بشويها كده خلاص احط بقى بقية الخضار بتاعي واكمل وارجعلكم خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعتي اهي يلا نشوفها نشويها ازاي تاصل على النار اهي عطت له شوية زيت نباتي برضو اهو كده اوزحهم كده كده اهو وابتدي انزل بقى معايا بشيش طوب كده اهي وابتدي اتباحها اقلب كده على الجنبين بحيث ان هي ما تلسعش مني اهي بعد ما بتاخد معايا وش على الناحيتين ببتدي اوطي النار واغطيها ليه بتكمل سواها في ناس بدل ما بتوطي وتغطيها لأ بتحطها في الفرد انا مش هحطها في الفرد انا هكمل سواها كله على البوتا جيد اهو افضل اقلب فيها كده خدت لون اهي جميل شايفينه اهو كده اما تاخد معايا بقى لون من الناحية التانية ابتدي اوطي عليها واغطي الالوان فضيعة كده خلاص خدت لون من هنا ولون من الناحية التانية اهي اهو زي ما شايفين كده ما شاء الله قوة الا بالله اهو في منتهى الجمال ما شاء الله اقوله ما شاء الله بس هبتدي بقى اوطي واغطي عليها خمس دقايق او سبع دقايق بالكتير احط غيره اهو غطيت عليها كده بس كده خلاص هشيلها البخار ده بقى اللي انتو شايفينه ده كله بيعمل تسوية للفرياخ وبيخليها جيوسي وحلوة لان انا في الاول عملت لها صدمة فما نزلتش المية بتاعت هشيل بقى ده كده واحط بقية الكمية ونشوفها كده زي ما عملت في الاولانيين هعمل في دول برضو كده ونشوف بعد ما بنسويهم كلهم بنعمل ايه كده خلاص خلصوا هبتدي ارسوم مع بعض في الطوصة تاني واجيب ورق فويل وكون عملش آآ فحمة مولعيها على البتجاز وانزل عليها بزيت او بسمنة حاجة بسيطة جدا كده اهي وبتدي اغطي عليها الطعم بيفرق جدا جدا لما بتحط الفحم عن ما بتحطيش الفحمة بنزل بقى عليها كده وروح مغطيها على طول ورق الفويل او اي غطا عندك برضو اهو بس كده يلا نشوف بقى هنقدم اكلتنا الجميلة دي ازاي اكلة تحفة والله ويعني بتتمتع وانت بتعملي الاكلة كده بالالوان وبالريحة اهي كده الشيش طويك معنا لما طلع ودي الرزة هو شكله بيقول ان هو مفلفل اوه طالع مفلفل والله كل رزية لوحدها هبتدي ارسي عليها الشيش طويك وبقدم معها الطمين اللي انتم شافينا هناك اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اهي كده اهو لو انتم جداد على القناة واول مرة تشوفوها لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس لو حبيني وصلكوا اشعار بوصفاتي الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته